أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينة لرئيس المجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تبوأت المراكز المتقدمة عالميا في مجالات حقوق الإنسان مشيرة إلى أن المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى أنتج تجربة حقوقية وديمقراطية مكتملة الأركان وذات جذور راسقة حتى أصبحت التجربة البحرينية في هذا الصدد مصدر إلهام للعديد من الشعوب والحضارات في مختلف دول العالم ونموذجا متميزا في ثقافة التسامح والتعايش نعم جاء ذلك خلال استقبال معاليها وفدا من مجموعة أصدقاء البحرين في البرلمان الأوروبي والذي يزور البلاد حاليا للإطلاع على تجربة البحرين الدموقراطية خلال اللقاء نوهت زينة إلى أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتوطيد العلاقات مع الأصدقاء والأشقاء في المجالات كافة خصوصا في مجال العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والزيارات للاستفادة من التجارب التشريعية والرقابية المختلفة مشيرة معاليها إلى ضرورة رفض المسيرة البرلمانية البحرينية بالتجارب الناجحة والاستفادة من الانفتاح على الآخرين وإبراز منجزات مملكة البحرين الحضارية وتقديمها للعالم أجمع من جانبهم أكد وفد مجموعة أصدقاء مملكة البحرين في البرلمان الأوروبي أهمية الزيارة في الاطلاع على تجربة مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة ومشيدين بالرؤى الشاملة والنبيلة لجلالة الملك المفدى والتي تعبر عن قيادة حكيمة تحمل رسالة عالمية وإنسانية رفيع مشيرين في الوقت ذاته إلى أن مملكة البحرين لديها تجربة ثرية على الصعيد البرلماني وفي المجال الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان منوهين إلى حرص البرلمان الأوروبي على بناء علاقات وثيقة مع السلطة التشريعية في مملكة البحر نحن هنا لتعزيز العلاقة مع البرلمان البحرين الذي لدينا معه تجارب ناجحة كثيرة واليوم نحن هنا لسنا بصدد مناقشة ما يتعلق بحقوق الإنسان فقط لأن هناك مواضيع مهمة ومتعددة تتعلق بالمجالات الاقتصادية والتعاون الأمني في الحقيقة البحرين تعد مثالا متحضرا وبلدا للتعايش وهذه رسائل سوف يتم إيصالها خلال جلسة البرلمان الأوروبي القادمة شكرا